بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدان يا سادة احنا في الفترة اخيرة بدأنا عام دراس جديد وبدأت تظهر مجموعة من الظواهر كده ألاقيتني ألاقيتنا جدا 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 اي حد مهتم بالمجتمع وما حدش يستغرب ان احنا وبنتكلم في برنامج ديني بنتكلم عن هذه الظواهر احنا بنقول ان العالم اذا ما كانش باحث اجتماعي وما كانش مهتم بالمجتمع مش من حقه يتكلم في الشرع الشريف لان في الحقيقة هموم المجتمع هي هموم في صلب عمل العالم ليه طيب؟ لان الله سبحانه وتعالى يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين فاللي احنا شفنا من الظواهر في الفترة الاخيرة خلتنا لازم نتكلم عن التعليم لازم نتكلم عن التعليم لان فيه حاجة مهمة جدا لازم نعرف ان ظاهرة بزنست التعليم يعني ايه بزنست التعليم؟ ان التعليم تحول الى بيزنس بيزنس يعني ايه؟ كل تفكيرنا في التعليم هو ان احنا لما نتعلم عن اخرج ازاي ونحصل ايه على فلوس في السوق والتعليم نفسه كل اللي بيشغل الاهالي هو تكلفة التعليم لكن التعليم مسألة اوسع من كده بكتير التعليم يا سادة ركن حياة الانسان او الله التعليم ده احد اهم عناصر تعريف هوية الانسان تخيلوا ان الله سبحانه وتعالى لما اراد انه يظهر قيمة الانسان لمخلوق من اعز مخلوقاته هو الملائكة عرف الانسان بالتعليم فربنا سبحانه وتعالى لما عرض سيدنا ادم على الملائكة وقدموا استفسارهم هم كانوا بطلبين استفسار قالوا اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وبعدين وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة يعني اين لحصل يبقى جزء التميز للانسان وجزء الركن الانسانية هو العلم والتعليم لذلك الانسان العالم العابد عند العلماء افضل من الملائكة بمقتضى هذه الاية يبقى فيه مجموعة زواهر احنا شفناها في الفترة اللي فاتت في بداية رجوع الدراسة كانت غريبة شوية وعشان كده قررنا ان احنا نتكلم عن مسألة التعليم من الجوانب الاهم بالنسبان عشان نوضح ونعالج بعض الامور اللي احنا لازم نوقف عندها بعضنا شاف صورة لعبارة بتقول اني قلم الدراسة لحظة وتنتهي لكن اهماله قلم يستمر مدى الحياة العبارة دي في الحقيقة عبارة مفزعة وما ينفعش تمر مرور الكرام كده لان احنا مش ممكن يكون عندنا التعليم ألم وعب بنتمنى انه ينتهي يا سادة احنا التعليم ذاتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان العلماء ورسة الانبياء يبقى التعليم يا سادة قيمة تعالوا نتفق التعليم ليس حالة التعليم قيمة ما معنى ان التعليم قيمة؟ قيمة يعني بنعيش بيها والقيمة في حياتنا مش بتكون مؤقتة وبتنتهي القيمة عندنا موجودة عشان نعيش بيها طول حياتنا بالعكس اقول لكم حاجة حياتنا بيبقى لها قيمة لما منعيش بالقيم وعشان كده دايما بنعيش العبارة بتاعتنا ما لا قيمة له لا قيمة له وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اهمية العلم وطلب فحسنا على ده فيها حديث كثيرة امرنا بالتعليم في كل احوالنا وعلمنا ان الملائكة تضعوا اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع والعلماء ورسة الانبياء وامرنا ان طول الوقت ان احنا نمشي ونطلب العلم لان العلم قيمة وعشان كده حضرته صلى الله عليه وسلم كمان علمنا ان الحيتان في البحر لا تستغفر لطالب العلم وعلمنا حاجة مهمة جدا شوف حضرتك ايه اقصى حاجة احنا بنحبها الشهادة فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما اخرج الامام النسائي في سننة من حديث ابيه هريرة ان من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع ايه ده ولذلك العلماء بيقولوا وهم بيتكلموا في مصرف الزكاة فيقولوا في سبيل الله قالوا ده وتنفع للجندي وكمان للمشتغلين بالعلم ليه لان ده بيحرف بيحفظ الحدود وبيحقق الامن وده بيحقق الايمان ايه ده وكأن الاتنين الاتنين بيسهلوا سبيل الله سبحانه وتعالى وبيسهلوا الطريق الى الله يبقى كل الحديث دي بتقول لو نظرنا فيها بنعرف ان الحدد النبي صلى الله عليه وسلم بيكرس ان التعليم قيمة تعالوا نقول كده ان التعليم قيمة فما ينفعش ان يكون الكلام ان احنا بنصبر على الالم وهو ألم وهنتهي التعليم ليس عبئا التعليم جزء من هويتنا وجزء من فطراتنا بما ان الله سبحانه وتعالى علم آدم يبقى هذا تسلسل في فطرة الانسان فجزء من فطرة الانسان هو التعليم والعلم اذا يبقى هذا الشرف اللي عندنا ما ينفعش نعبر عنه على انه ألم طب ليه لان الشخص اللي هو كتب العبارة دي او عرض العبارة دي عايز يوصل الناس ان التعليم ماذا ان التعليم مجرد مجرد ايه ان التعليم مجرد وسيلة بنكتسب بها ما حصلش والله التعليم صحيح بيساعدنا على الاكتساب لكن التعليم بيساعدنا على الانسانية ولذلك الامام بخاري يبقى وبباب يقول باب العلم قبل القول والعمل يبقى احنا لازم نتعلم الاول قبل ما نعمل اي حاجة ولذلك العالم الواحد اشد على الشيطان من الف عابد ليه لانه فاهم وربنا سبحانه وتعالى جعل خروج الطالب في طلب العلم في منزلة الخروج في سبيل الله وكل ده لازم نعرف ان التعليم اصبح قيمة عندنا حاجة تانية لازم نتكلم عنها ان الله سبحانه وتعالى مرتبة الخشة من الله بتخلي الانسان يعيش في جنة العالم يعيش في جنة ليه؟ انما يخشى الله من عباده العلماء ولمن خاف مقام ربه جنتان يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات يبقى دولة يحصل لهم ايه؟ دولة يعيشوا في جنة فلو عايز تتحقق بخشة الله والعبودية لازم تكون من اهل العلم عشان تبقى عبد في الحقيقة الامر التاني كنت فاكر ان الشباب اللي في الجامعة او تخرج هما دول اللي حاسين بضغط لكن في جنة حاجة مش مريحان او الله ان فيه اهالي بتقول ان اولادهم دلوقتي اللي هما لسه في ابتدائي وفاكرين ان انت ضغطت سنة اربعة ابتدائي مضوطين وده مش كويس لكن بعض الاهالي فاهمين ان ده كويس عشان بيربوا اولادهم على المسئولية وان العلم ده عبء عليهم فلازم يقوموا يركونوا رجالوا وقد المسئولية خلينا اقولكم حاجة مهمة قوي تكريس ان العلم ان العلم ده عبء وان الانسان بيحصل على المسئولية وبيكون راجل لما يتحوق لما يشيل اعباء ده اللي مخلي الناس نخة دلوقتي علموا الناس ان العلم ده ده شرف علموا الناس ان هما مش مضوطين هما بيتمرنوا على ان تتسع افقهم يعني الضغط اللي على الاولاد والصعوبة اللي على الاولاد دي هي صعوبة الانسان لما بيتعمله زي ما بيعبره كده stretch mind لما زهنيته بتتوسع وبيتتسع العلم مش اللي فيه من التحمل ده عشان احنا بنتغير بنتطور واكسر حاجة ممكن تحسها ان انت لما بتوسع حاجة بتحس بشوية صعوبة بس دي صعوبة لانك انت بينفتح افاقك العلم يا سادة مش جاي بس احنا هي دي مشكلتنا ان احنا العلم اقول لكم ايه المشكلة فيه متلازمة كده احنا بنعلم الاولاد عشان يأكل لهم تلعيش ولهم تلعيش مر يبقى ايه اللي حاصل يبقى العلم مر ما تعملوش الرابطة دي في التعليم مع بين الاولاد لكن اقولوا للاولاد ان العلم ده بيخليك تشوف الحاجة بصورة مختلفة في الحياة اقولوا للاولادكم ان العلم ده بيخليكم تحسوا ان انتوا بناء دمين رقيين ان العلم ده بيخرجكم من ضغ تصوراتكم السازجة الى تصورات حقيقة يبقى لازم نفى من العلم ده الانسان لما الانسان يعرف ان هو عنده علم لابد ان هو يعيش به يبقى الاسة دي لازم نفهمها كمان العلم يا سادة لازم نعرف الناس ان العلم بيخلي الحياة اجود والتعليم قيمة محفوفة بقيم تانية زي الرحمة والاحسان والرفق واللين والصبر فلازم كل ده بيشارك في عملية التعليم ما ينفعش بعملية التعليم دي بنحاول بقدر الامكان ان احنا نخليها صعبة وبتدايق الاولاد وبنعيش فيها في ازمة والاولاد يضغطوا انا مش عارف كل هذا الضغط عشان احنا بندوق حلاوة ان ربنا سبحانه تعالى بيدينا مدد ده اكتر حاجة الواحد بيحس فيها بمدد ربنا والتعليم احنا محفظين نخير الكلام ده اقول لكم حاجة انا الحقيقة يعني من اهم الحاجات اللي خليتنا عملت الحلقة دي هو هي علاقتنا احنا علاقتنا احنا كبناء دمين قبل المعلمين وقبل المسؤولين عن وضع مناهي التعليم احنا المتعلمين الاولاد المتعلمين ده ينفع الاباء الاباء لسه لازم يتعلموا يفضلوا يتعلموا اللي في سنة أولى جواز لازم يتعلم اذا جالوا ابن لازم يتعلم ازاي يتعامل مع ابنه احنا لازم كلنا نفضل المتعلمين عارفين مشكلتنا ايه انا مشكلتنا في اي تغيير في التعليم عندنا اعتواجهنا ايه ان احنا موقفنا احنا إحنا الشعب إحنا الناس موقفنا من التعليم لازم يتغير إحنا عندنا مشكلة سورتنا عن نفسنا إن إحنا بنفهم في كل حاجة الفهلاوة وقفة أصابنا عشان نخلي التعليم ده بيعمل لنا قيمة إضافية إحنا فاهمين إن أولادنا لو أزكية يبقى مو مش محتاجين للتعليم ده إحنا فاهمين إن التعليم ده لو هو هياخد وقت كبير من أولادنا فإحنا بنضيع الوقت دوت فاهمين إن التعليم لفلوس اللي إحنا بندفع عدد أنت بتدفع فلوس عشان تتعلم أولادك لو بتدفع فلوس فأنت بتدفع فلوس عشان أولادك في الحقيقة تتسع حياتهم لأن في لحظة ما الإبن ده بيفقد التعليم بيضيع يا سادة إحنا لازم نتكلم عن جودة التعليم أن إحنا نخلي التعليم جزء من إنسانيتنا فما ينفعش إن إحنا نعرف الأولاد وما بيتعلمه ما ينفعش أن إحنا نضغط الأولاد وهما بتعلمهم ما ينفعش إن احنا نقول كلام سلبي عن التعليم كل ده لازم يتغير جوانا إحنا مش هي دي التعاون مع التعليم ققيمة لازم نتعامل مع التعليم ققيمة ولا التربية اللي عايزين نعلمها لأولادنا تساعدنا على ده لازم نحافظ على اتزان الطالب النفسي وسلامته البدنية من أهم أولويات القائمين على التعليم والتنشئ لابد إن احنا نضع عنوان كبير وإحنا نتكلم عن التعليم زي ما العلم قبل القول والعمل والوعي قبل السعي لازم نقول أن الإنسان هو أفضل بنيان الإنسان أفضل بنيان يعني بناء الإنسان ده أهم حاجة ممكن نعملها في حياته وما فيه شيء يعلم الطالب بحق مثل الصدق لو صدق المعلم وصدق المتعلم أن يوصل لأحسن مرتبة وأحسن جودة للعلم عدم الاعتمام بالتعليم وتوصيل صورة غير صحية عن التعليم كقيمة ممكن يدخلنا تحت الوعيد اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وضحهنا كفى بالمرء اسمن أن يضيع من يعول لما ربنا قال في كتابه العزيز قلها ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون علمنا أن العلم ده والدرجة عند الله سبحانه وتعالى مش بس المقصود العلم والمعرفة وإنما يشمل كل الرؤية الصحية الصحيحة والرؤية السليمة للإنسان في التعليم لازم نسعى سعي دائم في التعلم عشان ده فعل الأنبياء وربنا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو بدا في قوله تعالى وقل رب زدني علما تعالوا نقول شوية إجراءات هنقول تلت إجراءات كده مهمة جدا جدا لابد أن احنا ننشئ في بيضنا حاجة اسمها التعليم التفاعلي في البيت أن نخلي أولادنا طول الوقت بييجوا يقولوننا حاجات جديدة تتعلموها في المدرسة يقولوننا احنا يا أباء ويا أمهات اللي انتوا نسيت وكل اللي تعلمتوه في المدارس كلموا مع أولادكم وخلوهم يشرحوا لكم بدل ما هم حاسين ان التعليم ده شيء عبق ومش ممكن نعمله قعدوا نص ساعة مع أولادكم خليهم يشرحوا لكم اللي أخدوه في المدرسة واتكلموا عنه وإزاي ده يتحول إلى حاجة فعالة في حياتنا حتى لو كان الكلام ده في الاستاتيكا حتى لو كان الكلام ده في أي حاجة حتى لو كان الكلام ده في التاريخ حتى لو كان الكلام ده في الجغرافيا خلوا أولادكم يتكلموا عن العلم الفخر يبقوا صغيرين كده والعلم عندهم حاجة مفتخرة حاجة تانية المهمة جمعاً اللي احنا لازم نعملها لازم الأباء والأمهات يستمروا في التعليم لازم احنا كأباء وأمهات نستمر في التعليم الأمر التالت والمهم لازم نبطل انتقاد فكرة التعليم هما بيعملوا كده معكم ليه؟ بيشاريكم كل الكتب دي ليه؟ أنا فاهم من الإجراءات دي إجراءات قد لا تكون مناسبة كلموا أولادكم عن التعليم الققيمة والحاجات السلبية دي نبقى نتكلم عنها ونحلها لكن لازم تتكلموا مع أولادكم بكلام إيجابي عن التعليم حاجة الأخيرة اللي أنا شايف إن احنا مهم إن احنا نعملها إن احنا لازم نعمل حوار في البيت لازم نعمل ندوة ما حدش يقول لي الكلام ده هو كلام مثالي يا سيدة إحنا دلوقتي عايزين سؤال إحنا عايزين نغير علاقتنا بالتعليم ولا لا؟ ليه نتكلم عن التعليم بسخرية؟ ليه نتحاولش التعليم ده إلى ما إيه ده نجتمع عليها؟ أولادنا يتكلموا عن العلم وإحنا كمان نتكلم عن العلم لو ما ده ما حصلش أنا ما أظنش إن أي حاجة إحنا هحاول نعملها في تغيير حياتنا هتفيد أولادنا بيطلعوا في تخصصات مهمة تخصصات حساسة زي الهندسة وزي الطب وزي حاجات كتيرة وإحنا محتاجينهم يكونوا أكثر ثقافة وأكثر مهنية إحنا محتاجين المعلم ليبقى معلم بحق إحنا محتاجين كمان إن الناس ما يتحولوش كلهم إلى ناس بيبحثوا عن السبوبة لكن بيبحثوا بشكل واضح عن إن الإنسان يبقى عنده قيمة لإنه إنسان عالي الجودة نحن نطلب بالتعليم إنسان عالي الجودة إنسان مثقف إنسان واعي إنسان محب للحياة إنسان قادر على التغيير إنسان أيضا قيمة إضافية لأسرته لنفسه لأسرته لمجتمعه لبلده يا رب اجعل التعليم قيمة في حياتنا يغير حياتنا ويجعل حياتنا أكثر نورا وأكثر بركة وأكثر وصلا بحضرة النبي وأكثر وصلا بالله سبحانه وتعالى اجعل التعليم بابنا للدخول عليك يا عليم يا حفيظ يا كريم يا رب العالمين بعد الفاصل ألتقي بحضراتكم عشان أجاوب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وبتفضل جسر من نور بيننا وبين حضراتكم نتلقى عليها أسئلتكم اللي بخلينا في مجالس النور اللي بتعلي من ذكر العباد عند مولاهم سبحانه وتعالى أول سؤال وصلنا بيقول السلام عليكم يا مولانا لو سمحت عاوز أعرف متى تكون المرأة ناشزا وما عقابها عند الله سبحانه وتعالى السؤال ده يا سيدي أنا بعتبره سؤال مفخخ يعني إيه سؤال مفخخ؟ يعني السؤال ده أنا أول ما أجاوبه صاحبه أيروح يقول لزوجته وهي ناشز صحيح الناشز النشوز النون وشين وي إزاي ناشزة كلها بتعبر على الخروج والناشز عندنا في اللغة بمعنى الشخص اللي تجاوز الحد لكن الناشز لما نجي نتكلم عنها في الكلام في الاستلاح الشرعي فهي المرأة اللي بتستعلي على زوجها ومش بس بتستعلي على زوجها اللي بتستعلي على زوجها عندما يطلب منها ما هو فيه طاعة فلا تطيع زوجها ونزيك احنا عندنا فكرة إن إيه حاجة اسمها الطاعة الرشيدة يعني إيه الطاعة الرشيدة؟ الطاعة الرشيدة دي إن الاستجابة للزوج فيما يأمرها فيما أمرها به الله سبحانه وتعالى ساعتها المرأة تكون طائعة وساعتها ما تكونش ناشز يبقى النشوز هو الاستعصاء والامتنع والترفع من النشوز وهو مرتفع وظاهر يبقى داوة معنا النشوز لكن في الشرع هو معصية المرأة زوجها فيما فرض الله عليها من طاعة والمرأة الناشز هتبقى هي المترفعة على زوجها التاركة لأمره والمعرضة عنه يعني إيه؟ يعني إن اللي هي بتعمل الكلام ده هو بأمرها بالطاعة هي ايه فايدة المعنى ده؟ فايدة المعنى ده هي فايدة إن الإنسان يكون عنده حد بيعينه على البر واتقه يعني النشوز ده مش جاي لتسليط الرجل على المرأة لكن ليه؟ هو جاي زي ما احنا شفنا كده جاي عشان الزوج يكون عاونه لزوجته على ايه؟ على طاعة الله يبقى فكرة منع المرأة من النشوز جاية عشان تبقى الشيء أو شكل من أشكال الأمر بالمعروف يعني إيه الأمر بالمعروف؟ إنه هو بيساعدها على الطاعة لكن فيه كتير من القراءات اللي احنا شايفينها في حياتنا بيخلي كلمة النشوز صف مصلط على السيدات في إن هي تستجيب للزوج فيما اختلفت فيه الأراء يعني إيه؟ ما تلبسيش اللبس ده اللي هو لبس مفوش معصية ما تلبسيش اللبس ده أنا مش عايزك تلبس اللون ده وهي لبسة لبسة شيء فتلبسه أنت ناشس ما تكلميش والدتك فاتكلمها عشان بر الوالدين أنت ناشس كل التطبيقات اللي فيها نوع من أنواع التسلط مش هتكون تحت النشوز لكن التطبيقات اللي فيها عون على طاعة الله هي دي المنع من النشوز لكن الزوج لو قال لي زوجته ما تعمليش الاسم الفلاني ده واجب عليها أن هي تطيعه واجب أن هي تسمع كلامه وعشان كده أنا بقول ليه كلام ده ده الكلام أن أنا أقدر أقوله في السياق العام إنما لما واحد يستفتيني هو دلوقتي سألني السؤال ده عشان نتكلم في الشأن العام لكن لما يجي يكلمه ونزاك المفتي لازم يفرق ما بين حكتين ما بين الفتوى العامة والفتوى الشخصية طيب أنا بقول كده ليه عشان ما ياخدش الكلام ده لأن المرأة إذا باتت وزوى علي غضبان باتت تلعانة الملائكة صحيح؟ هو السؤال بقى التحديد ده بقى في كل الأحوال بيبقى مرجعه إلى الرجل إلى الزوج؟ لا في كتير من الأحيين هو محتاج يسأل لأن بعض الأحيين بيختلط مفهوم نشوز المرأة مع مفهوم حمايتها نفسها الزوج بيدرب زوجته وهو أميرها أنه ما تخرجش من البيت فبيضربها فيتركت البيت عشان تحمي نفسها من الضرب ومن الإزاء فيجيوا لها أنت ناشز المفروض أضربك وتفضلي في البيت لا 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 ده مش نشوز ده واحد ده واحدة بتحمي نفسها من الأذى بتحمي نفسها من أن واحد يتجاوز معه ويرتكب كبيرة ويرتكب حماقة لأن الضرب عندنا كبيرة وحماقة لأنه فيه تضييع للأسرة ومحدش يستدل بأي شيء ورد عشان يجوز لنفسه أنه يضرب زوجته ده بيجلدها وده التعدي وتعريض النفس إلى الأذى وحفظ النفس ده من المقصد الأول من مقصد الشريعة فإذا لا لا اللي أنت بتقوله ده من الصحيح وعشان كده بقول أن في التطبيقات لازم يرجع ويسأل لأنه لو ما سألش ممكن يعمل حاجات ويملأ نفسه ده اللي احنا بنشوفه بقى في جلسات الإرشاد الزواجي ده ناشز ده خرجت من بيت تقول لي خرجت من بيتي ده فتح وش ده كسر دراعي أستنى لغاية ما يخلص علي ده واحد مصاب باضطراب نفسي أفضل موجودة لغاية ما يقزيني ويقزي أولادي فده هو مدمن وهو مش راضي يروح يتعالج واعد يقول لي لما جيت ما قدرتش أعيش معاه لأن ظرف الإدمان ده ظرفه مش ينفع أن أنا أعيش فيه بيعتبرني أنا لما سبت البيت لأن أنا خايفة بقيت مرعوبة أنا مش عارفة الإدمانه ده طيب وصل له غاية فين فبيقول عليها ناشز لا كل الكلام ده مش نشوز بلازم نفهم الكلام ده نفهمه بشكل واضح لأن احنا بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نساعد الناس على الاتزان مش بنساعد الناس على إن هي تضطرب وما تكونش في شكلها الصحيح ولا حياتها تكون على قدم الاستقامة السؤال التاني بيقول أنا كنت أقرب واحدة لإخواتي ولدهم من رجالة بس أختي بعدتهم عني بالكد لأنها كانت بعيدة عنهم وهم دلوقتي مش بيعرفوني أصلا وأنا حاولت كتير جدا أقرب منهم بس هما بعدوا بيقولوا عني أوحش كلام أعمل إيه؟ أنا بادعي على أختك أنا بادعي على أخت كتير أولاً اللي حصل ده هو دوت النتيجة الطبيعية اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم منع من الغيبة والنميمة هو دوت اللي بيمشي بين الناس بالإفساد والعزو بالله على تصديق كلامك أن أختك هي اللي أفسدت العلاقة بينك وبين إخواتك بس أنا أحاسس شوية أني مش أختك بس اللي أفسدت العلاقة بينك وبين إخواتك أنت بتقولي أنهم بيعدوا عنك وأن الكلام ده كان بالكدب يعني هي قالت لهم كلام كدب عشان يبعدوا عنك أنا موافق أني ده في بعض الأحيان بيقعوا من بين الإخوات لكن ده مش هيحصل غير لما يكون عند حضرتك شيء يساعد على ده فأنت بتسأليني أعمل إيه؟ حديث رسول الله سلم إذا إيه اللي حاصل لما يلتقي هذا فيعرض وهي يلتقي هذا فيعرض لما الاتنين يلتقوا فإيه اللي حاصل فقيرهما الذي يبدأ بالسلام يبقى إيه اللي يحصل يبقى أنت تبدأي بالمسالمة تبدأي بالمسالمة إزاي؟ بمكالمة تكلميهم وتقولونهم تعالى نصف اللي بينا وأنا باعتذر لو أني أي حاجة خطأ حصلت معايا أنت ممكن ما تكونيش داريانة وأنت بتنتقديهم وأنت بتلومهم وأنت بتقولي عليهم كلام سلبي أنهم قطعوا رحمهم وأنهم ناس بيصدقوا الكذب وأنهم اللي بيصدقوا الكذب يبقوا كذبين كل الكلام ده تمؤذي وكل الكلام ده معناها أن أنت شاركتي في إفساد العلاقة بينك وبين إخواتك سيبك من فكرة أن أنت تدعي على أختك ادعي أن ربنا سبحانه وتعالى يصلح ما بينك وبين إخواتك وبينك وبين أختك كمان اللي أنت بتقولي قالت عليك كلام بالكذب أنت عايزة تسأليني أعمل إيه وانت بدلا أن تسألتيني بقلبك مليان نور ومليان طيبة روحي كلميهم كلميهم وقولهم تعالى نعن ونصف في أي حاجة وما فيش مانع لو كنت أنا تسببت في أي حاجة تعتذري ليه؟ هتقولي لي عشان أنا لو محتاجاهم؟ أبدا والله لا لأن أنا متوسم فيك خير أن أنت الأكتر الأكتر إيه؟ محبة لرسول الله أنا مش بيقول لهم أنهم مش بيحبوا رسول الله لكن يا ستي مش أنت أكتر محبة لرسول الله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب من أحد إن قط فيما يخص نفسه خالص حضرة النبي ما كانش بيغضب لنفسه وأظن أن احنا بنتكلم على حضرة النبي عالي المقام كامل الأنوار وإحنا في شهر الربيع شهر الأنوار وشهر بركة حضرة النبي فعملي كده وانت في هذا الحال أن انت بتمشي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى على طول كلميهم كلميهم وديري منهم حوار والحوار يكون عاقل وما فيش مانع أنهم يقولوا أنهم يزعلين منك وما فيش مانع أنهم يقولوا أن في حاجات عملتيها وهم في أموها خطأ وهي اللي وسادتكم من ده وتعمل الكلام ده ليه؟ لوجه الله سبحانه وتعالى يبقى أول حاجة تكلميهم تاني حاجة لو في حاجة أنت عملتيها هتزري أنت كده بتنقذي نفسك من أنك تفضلي طول حياتك ما أطع أخواتك يا سادة ده كلام يا سادة ده حوار مش هيكلفكم كتير لو فضلتم مصيرين على موقفكم دي حاجاتكم هي اللي عضية حاجاتكم أنتوا اللي هتتأزوا أنتوا اللي هتفضلوا بعيد ونفسكم الأمارة بالسوق لما تقولك كرامتك وما تصبحش لحد أنه يدوس كرامتك فيجي واحد الزريف يقولك يا أخي وإي يعني لما يدوس على كرامتك ده بيشعل النار مش بيطفيها لأ ومين قال إن دي فيها كرامة إحنا اختلافنا في وجهات النظر وإيه اللي حاصل ولازم نعمل بقى بسنة رسول الله سلام التمث لأخيك سبعين عذران يبقى دي مش ببقى فيهاش كرامة ده فيها إيه فيها أعذار وفيها اختلاف في وجهات نظر أقول لكم حاجة تلت تربع مظالمنا اللي لينا عند الآخرين مالها عبارة عن اختلاف في وجهات نظر وعشان كده لو عملنا كده عتبقى الحياة أفضل من كده بكتير السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما أصلي وأقرأ التشاهد أزيد في نهاية التزاود اللهم إني أعوذ بك من النار ومن عذاب النار ومن فتنة المحية والممات وفتنة مسيخ الدجال فعل علي اسم بسبب هذه الزيادة أبدا هذه الصيغة ورد بيها بعض الأثار وبعض الأحاديث يبقى إيه اللي حاصل فيجوز إن انت تعمل ده ليس عليك اسم لا ده هذا ذكر والصلاة كلها ذكر مش كده الصلاة كلها ذكر ولا ذكر الله أكبر إن الصلاة تتنع عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر ليه لأن الصلاة نفسها ذكر الصلاة كلها من أولها بندخل فيها بأله أكبر ونخرج منها بالسلام عليكم ورحمة الله يبقى إيه اللي يحصل الصلاة كلها ذكر وحركات ذكر قراءة الفاتحة ذكر قراءة السورة ذكر التكبير ذكر الحمد ذكر تسبيح الله ذكر فالصلاة كلها ذكر وحركات بس وإذن يعرفوها ايه افعال مخصوصة بنية مخصوصة على هيئة مخصوصة تفتتحوا بالتكبير وتختتموا بالتسليم ايه ده يبقى اذا الصلاة كلها ذكر والذكر مفتوح وذلك ايه اللي حاصل بعد التشهد هذا الذكر اللي احنا بنقوله بعد التشهد ورد بيه احاديث ويجوز وليس عليه اسم بل عليه ثواب ودي من الزيادة في الصلاة لحاجة السؤال اللي جاي يقول انا بفكر في الانتحار كتير بسبب الحياة دي ومش عارفة اعمل ايه السؤال ده في الحقيقة السؤال مهم واي حد يقوله حد السؤال ده او يقوله العبارة دي ما يجبش ان هو يفوتها بسهولة احنا لازم نقف نقف وقفه طويلة مع اي حد بيقولك انا بفكر في الانتحار اوعى تقول ده بيتدلع اوعى تقول ان الشخص ده يعني ما فيش حاجة تتسبب له ان هو يفكر في ده يا سادة الانتحار ما يعرفش سن ما يعرفش فكر ما يعرفش حد ناجح او فاشل وده معناه ايه معناه ببساطة ان احنا محتاجين نهتم بده فيا بنتي او يابني انا عايز اقولك حاجة اذا كنت عايز تنتحر بسبب الحياة دي مش هقولك ان انت الحياة تانية مش هتبقى سهل من الحياة دي لكن اسألك هو انت تعرف الحياة ما تيجي نتكلم عن الحياة شوي اصلا شفت حياة تانية شفت حياة تانية اسمها حياة ايه حياة الصفاء يقولي الصفاء منين مع كل حاجة عندي سودة اقوله طب مين اللي سودها الاحداث اللي سودتها ولا نظرتنا احنا للحياة اللي سودتها انا شفت ان الناس بيئزوني وبيهتموش بيا وهم رفضيني اقوله طب مجايز مشغولين ومعنى ان هما مشغولين مش معنى كده ان هما رفضين مين قال ان هما لما انشغلوا عنك انت وقعت في السكة ومحدش كان داريان بيك مين قال ان العلاقات المسمومة كان اصدها اصحابها ان هما ياخدوا منك انسانيتك ويرموك هما ناس عندهم مشكلات واضطرابات نفسية في عمل والعلاقات المسمومة دي انا هسألك سؤال هل الانتحار ده اللي انت بتفكر فيه مش هسألك هل الانتحار حل ولا لا هل الانتحار ده فكرة انت فكرت فيها عشان توصل للنتيجة تريحك الحقيقة انت فكرت في الفكرة دي عشان انت مش قادر تفكر طب ونصحت لك ايه تعالى نتكلم تعالى نتكلم احنا عندنا واحدة اسمها واحدة حوار في در الافتاءة المصرية تعالى نتكلم يعني نتكلم مع حد اوعى تسيب نفسك الافكار دي اطلب دعم نفسي بس اوعى تستسلم من هذه الافكار ثلاث حاجات اقولهم لك اول حاجة لازم تفرق ما بين الحياة الوسعة والدنيا الصغيرة ان الناس بيتكلبوا عليها وبيتقاتلوا عليها تاني حاجة لازم تطلب دعم نفسي بشكل او باخر امر الثالث لازم تتكلم وتفطفض وتخرج اللي جواك لان عدم الفطفضة دي هتخلي المسائل تتراكم وتخليك في خطر يا رب اقولوا معايا يا رب كلنا ندعي لصاحب السؤال ده ان ربنا يحفظه وانه هو يوصل لي الطريق السليم اللي يساعده على تجاوز الفكرة الصعبة دي يا رب جعلنا مدد لكل احبابك ولكل عبادك المساكين المحتاجين ان حد يدعمهم يجعلنا رحمة وجعلنا خيرا وجعلنا جمالا لعبادك ويعلنا عونا لهم على انهم يتحصنوا بعبادك اللي حواليهم ويشوفوا جمال فعلك في العباد ويخرجوا من تفكيرهم من الأسود إلى تفكير يستطيع ان هو يشوف نورك في كل شيء يا رب نسألك ان تكون عونا لكل انسان اظلم قلبه لكي يرى الحياة من جديد او من كان ميتا فاحييناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس يا رب اجعلنا السبب من أسباب النور واجعلنا يا رب باب من أبواب السعة والرحمة والبركة يا كريم يا ودود يا رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا